ينتهي إلى بن عباس يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أن خلق الله تعالى آدم أوقفه بين يديه فعطس آدم فألهمه الله حمده فقال يا آدم حمدتني فوعزتي وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقهما في آخر الزمان ما خلقتك فقال آدم يا ربي بقدرهما عندك من هما ما اسمهما فقال الله تعالى يا آدم انظر نحو العرش فإذا بسطرين من نور السطر الأول يقول لا إله إلا الله محمد النبي الرحمة وعلي مفتاح الجنة والسطر الثاني يقول آليت على نفسي أن أرحم من والاهما وأعذب من عاداهما وفي حديث آخر عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال اجتمع ولد آدم في بيت فتشاجروا فقال بعضهم خير خلق الله أبونا آدم وقال بعضهم بل الملائكة المقربون وقال بعضهم حملة العرش هم أفضل وبينما هم كذلك إذ دخل عليهم هبة الله فقال بعضهم لقد جاءكم من يفرج عنكم فسلم ثم جلس فقال في أي شيء كنتم قالوا كنا نفكر في خير خلق الله فقال اصبروا لي قليلا حتى أرجع إليكم فأتى أباه آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام فقال يا أبتي إني دخلت على إخوتي وهم يتشاجرون في خير خلق الله فسألوني فلم يكن عندي ما أخبرهم به فقلت اصبروا حتى أرجع إليكم فقال آدم صلوات الله عليه يا بني وقفت بين يدي الله جل جلاله فنظرت إلى فنظرت إلى سطر على وجه العرش مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم محمد وآل محمد خير من برأ الله وفي حديث آخر قال عليه السلام الصادق عليه السلام في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إذن هذه الأسماء هم خمسة أصحاب العبى محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسن والحسين لماذا ذكر هذه الأسماء؟ ذكر هذه الأسماء ليبين للخلق جميعا أن العلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى يجب أن يؤخذ من هؤلاء فكما علم آدم الأسماء وأمر الملائكة بأن تسجد لآدم إعظاما لذلك العلم الذي علمه ورخصه وأذن به لآدم كذلك فإن الإشارة إلى تلك الأسماء بعينها هو إشارة للخلق لكي ينهلوا ويأخذوا من هذه الأسماء إذا كان آدم أبونا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يخلق لولا أبنائه هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل فما بالنا نحن إن الله سبحانه وتعالى فضل محمدا صلى الله عليه وآله وفضل ذرية محمد صلى الله عليه وآله على جميع بني البشر حتى على الأنبياء حتى على الأنبياء وذكر في مكانتهم وفضلهم بماذا؟ بالعلم الذي سمح به إليهم الروايات لدينا تقول أن الله سبحانه وتعالى علم يملك أن الله سبحانه وتعالى جعل في اسمه الأعظم وهو مثال صغير وبسيط لكنه يبين هذا الواقع جعل اسمه الأعظم مكون من 72 حرف أو 73 حرف فعلم آدم حرفا منها وعلم موس إبراهيم ثمانية أحرف وعلم موسى أربعة أحرف وعلم عيسى 12 حرف وعلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 72 حرف أو 71 حسب الروايات أبقى حرفا واحدا ذخره لنفسه فلا شك أن محمدا صلى الله عليه وآله وذريته وآله المعصومون المصطفون الذين خصهم بعلمه هم مفضلون على جميع أبناء البشر وحتى على الأنبياء بماذا؟ بالعلم الذي علمه إليهم بالعلم الذي علمه إليهم ولم يبق شيء إلا وعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذريته لماذا؟ ليعرف الناس ليعرف الناس مكانة هؤلاء ولا يأخذوا إلا عنهم ذكرت الحديث الذي علمه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى كميل فقال يا كميل من أخذ عنا نجا ومن أخذ من غيرنا هلك يعني من لم يأخذ منا هلك لأن العلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو موجود عندهم وقد قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم ألف باب يفتح لي في كل باب ألف باب وقالت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان لعلي بن أبي طالب مجلسا في كل ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله كنا نغبطه عليه أو كنا نحسده عليه على هذا المجلس الخاص لأنه كان يعلم ما عنده من علوم بأمر الله سبحانه وتعالى إلى علي وعلي علمه أبنائه البرر واحدا بعد آخر وكل واحد كان ينقل هذه العلوم إلى الآخرين إذن سر سجود الملائكة لآدم بما خصه الله سبحانه وتعالى من العلم وسر السجود هو تقديس للعلم ولمكانة العلم وهو تقديس لتلك الأسماء التي حملت ذلك العلم الإلهي لماذا؟ ليتعلم البشر أن يأخذوا علومهم من هؤلاء وهؤلاء هم الخمسة الذين ذكرناهم وليست الأشياء هو ما ذهب له بعض المفسرين من أنها السماء والأرض والجنة والنار وما شابه نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصواب دائما وإلى الهداية على يد هؤلاء الخمسة الأشباح الأبرار المصطفون الأخيار وأن يجعلنا وإياكم ويقلبنا من نعمة إلى نعمة وإلى أن نلتقي معكم في حلقات قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في العام 1965 للميلاد وفي قرية من قرى البحرين تسمى السنابس أورقت بالحب والولاء براعم وردة كان لها عبقها الخاص ورحيقها المميز وألوانها الفريدة وسرعان ما أخذت تتفرع في سماء الولاء حتى صارت شجرة مورقة وقطوفها دانية أعزائي المشاهدين كانت لنا هذه الزيارة الخاصة للرادود عبد الشهيد الثور نتابع معا هذه الحلقة الأولى من هذه الزيارة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله تتقن الخط والتصميم وكتابة الشعر والمقالة وتلحن قصائدك وتذيعها عبر حنجرتك الولائية تجنح إلى الحكمة كثيرا بل تسكبها في عبارات رائعة وتقول الأمومة جسد الهرم في القرن العشرين كيف أثرت العائلة في شخصيتك وخاصة والدتك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الواقع أنا عشت في جو محافظ ملتزم وجو العائلة ساهم وساعد كثيرا على انخراطي في سلك المآتم الحسينية وانشاد الشعر ومما ساعد على ذلك أيضا والد أمي كان خطيب من بر الحسيني وكان في نفس الوقت يكتب روايات المآتم للنساء كان خطه جميلا فيبدو أني أخذت هاتين المهمتين منه مهمة البنبر الحسيني والخطة العربي نعم عبد الشهيد ما هي أجمل الذكريات في مرحلة الطفولة التي مررت بها؟ كما لا يخفى عليك نحن نعيش في منطقة ريفية المنطقة الريفية المحاذية للبحر جميلة جدا كنا نعيش في هذه المنطقة في منطقة الأشجار والبساتين وإن كانت البساتين صغيرة ولكنها كانت جميلة وكنا نلعب في أفيائها ونجنح للبحر في بعض الأحيان قليلا بالنسبة لي لم أكن أرتاد البحر كثيرا وإنما كنت في داخل القرية وبالإضافة إلى اللعب الجانبية نعم هذه الصفات الموجودة في شخصية عبد الشهيد أثور من كتابة المقالة والشعر والخط هل هذه الخصائص الموجودة كانت معتمدة على اجتهادك في المدرسة أي هل كنت مجتهدا في دراستك وهل أحببت المدرسة في فترة المرحلة الابتدائية كنت من الأوائل يعني لا أتعدى الأول الثاني الثالث لفترة إلى انتهاء الصف السادس ثم مع دخول المرحلة الإعدادية كان دخولي على جانب الموكب واهتمامي بالخط مؤثرا نوعا ما على تحصيل الدراسة لأنني كنت مهتما بالخط بدرجة كبيرة لا سيما أنه لم أتقن الخط على أستاذ وإنما بموهبة ومحاولات شخصية كيف اكتشفت أن هذه الموهبة مزروعة في عبد الشهيد أثور؟ كما ذكرت لك سابقا أني من خلال ترددي على جدي ورؤيتي له وهو يمارس كتابة الخط تعلقت بالخط ثم اشتريت كتابا وأحسست أنك بداخلك تستطيع أحببت الخط وأحسست أن لي القدرة على ممارسة هذا الفن وفعلا دخلت في ممارسة الخط وبكل الخطوط ففترة الدخول للإعداد كانت هي فترة محاولات الدخول للخط نعم عندما تكون مع أقرانك من الزملاء والأصدقاء هل كنت تشعر أنك متميز عنهم في بعض الجوانب؟ الواقع لم يداخلني هذا الشعور شعور التميز لربما قد يداخلني إحساس شخصي بمقدرة معينة ولكن ليس الإحساس بالتميز وما يجعل النفس تشعر